بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فإني تحدثت سابقا عن الشيطان وذكرت أن الشيطان كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما بيّنت الآيات شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا وأن بعض الناس يعتبر نفسه أنه بعيد عن شيطان الإنس وإن شاء الله ما بس وسلو تعاوز بالشيطان ولكن يكون تعاوز بالشيطان بلسانه وجسمه كله وتصرفاته خاضعة للشيطان وهناك قصة رمزية طبعا غير صحيحة ولكن تبين أن بعض الناس ينقاذون بسهولة للشر وبعضهم الشيطان الإنس والجن يتعب معهم قالوا أن أحد الناس رأى الشيطان ومعه حبال الحبال بيرت فيه الحيوان هذا وجرهم قال له ما هذه الحبال؟ هل تربط الناس وتجرهم؟ قال له الشيطان تعالى فجاء اذهب إلى هناك تعالى جاء اذهب قال له أنت لا تحتاج إلى رأط ماشي على الخط لحالك مجرد ما يعني مثل ما قال الله في القرآن الكريم عن الشيطان ولم يكن للسلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلموني ولوم أفسكم فالشيطان يا إخواني يبينه الله لنا في هذه الآية يبين لنا تصرفاته وسوسته حتى ننتبه إلى ذلك ولا نقع في مأزق الشيطان يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعيدكم الفقر أن يخوفكم من الفقر أساس الدين أن تتحرر من العبودية لغير الله ومن هذا التحرر أن تتحرر من الحب الزائد عن لحد المال ولذلك فرض الله على الإنسان الزكاة إذا بلغ ماله حد معينا وشجع على الصدقات أكثر من الزكاة إن كان مستطيعا فوجود الصدقة تحرر من شح النفس التي يحاول الشيطان أن يبعد الإنسان فيها على الله وأن يتصلط عليه الشيطان يعيدكم الفقر أي يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشة قبل أن نتحدث عن ذلك أود أن أذكر أن الشيطان الإنسي عندما يعج الشيطان الجن أن يحرف ويبعد الإنسان عن عمل خير من الإنفاق وغيره قد يصلط عليه أشخاص من أحبابه لا يكون هذا الشخص كافرا ولكنه يسخره ويسلطه من أجل أن ينفذ ما يريده الشيطان الجن وإليكم قصة وضيحية في ذلك يذكر أن أحد العلماء كان يوجه الناس ويعلمهم ويحذرهم من خطر الشيطان ويأمرهم بالصدقة فكان يحدثهم بالعامية ويقول لهم إذا أنت أردت أن تتصدق يأتي الشيطان فيمنعك عندما لا يستطيع أن يمنعك ويراب من نفسك أنك مصمم يأتيك فيقول لك بعد تأخر أعمل كذا حتى يبعدك عن الصدقة ثم تتناساها أو تبخل فأحد الحاضرين في درس هذا الشيخ المعلم قام وقال سأتصدق الآن حتى لا يمنع الشيطان وأسوف فذهب إلى بيته لم يكن عندهم في القرى مال كثير إنما عندهم مونة القمح مونة الشعير للدواب مونة كذا فملأ حرجه برا يعني قمحا وذهب ليتصدق فرأته زوجته أين يا فلان قال لأتصدق قال لأتصدق أولادنا عندنا ست أولاد يحتاجون ويمكن أن تكفلون هذا العام قبل أن يأتينا مثلا موسم من العام القادم قال لأ العام القادم وفرج الله وإلى الله يبارك عاجب أولادك إذا مرضوا إذا كذا المهم لم تدعه يخرج حتى فرغ ثوبه من القمح فذهب وعاد إلى درس الشيخ وجلس انتبه المعلم أنه ذهب لك بشكل وعاد كئيبا فبعد الدرس قال له يا فلان أين قمت قال والله قمت لأتصدق قال الحمد لله إن شاء الله الشيطان ما استطاعه قال قمت لأتصدق حتى لا يسوف عليه الشيطان فالشيطان ما استطاع عليه ولكن أم الشياطين يعني يقصد أم أولاده منعتني فأتمسم الشيخ فهذه القصة أيها الإخوة تبين لنا أن الشيطان قد يستخدم أشخاص من الصالحين بدل أن يشجعوه على الخير يعني يخوفونه فيكونون يتكلمون بنسان الشيطان دون أن يشعره الشيطان يعادكم الفقر أي يخوفكم من الإنفاق لألا تفقروا والله يعادكم مغفرة ويأمركم بالفحشاء الشيطان ليس بخوفك الفقر خوفك الفقر وبعد ذلك في سبيل الفواحش والمعاصي كثير من الناس يصرف الملايين والبيئات والألوف لا يدري وإذا قلت له تصدق في سبيل الله من أجل سلاح الإنسان اللي يدافع عنك وعن أرضك وعن بلدك ترحب يبخل تصدق في سبيل الله من أجل فقير ما يجب تعقوت يومه يبخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن ما آمن به من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به بس كان بيعرف ما بتصدق عليه ما بيكون مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن الأشخاص اللي بظنوا أنه بس صلى الله وركعته خلاص انتهت الأمر وكون يجمع المال من حلال وحرام ولا ينفق في الحلال إلا خليل أو لا ينفق أبداً ويخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بكل فعل سيء فاحش مخالف لأمر الله تبارك وتعالى حتى إذا استطاع أن يوصلكم إلى الكفر والله ماذا طلب منكم بالله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا مغفرة لذنوبكم وسترا لها في الآخرة حتى لا يعذبكم بها وفضلا أي مالا وسعة من المال إذا أنفقتم في سبيله يخلف الله عليكم ما أنفقتم والله واسع أي غني إنسان إذا عطاك مرة تنتهي وقول لك يا أخي ما ما عندي أما الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء إذا بارك لك في الثمرات في الأرض بيعمل خير على الناس جميعا والله واسع عليم عليم بما تنفقونه ويجزيكم عليه يؤتي الحكمة من يشاء ما هي الحكمة ترك الباطل واتباع الحق وهذه الهداء من الله ولذلك في سورة الفاتحة عندما نقرأ إياك نعبد بعدها نقول إياك نستعين أن تعيننا على أنفسنا حتى نستقيم على أمرك يا رب يؤتي الحكمة من يشاء أي الهداية ومن يؤتى الحكمة الهداية التي يضع فيها الأمور مواضعها ويضع أمر الله ورسوله فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر يعني ما يتعظ ما يفهم هذه الحقائق إلا أولو الألباب إلا أصحاب العقول فالمنافقون لا يظنون أنفسهم أنهم من عقلاء الذي يقول أنه لا دين له لا يظن نفسه أنه من العقلاء لا بالعكس من الجهلاء لأنه جهل الحق وجهل ربه وهذه الجاهلية الأصحاب الألباب وأصحاب العقول هم الذين يفهمون ويتعظون ولذلك ديننا دين عقل ودين علم ودين تقدم ودين خير والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر